للعلم أهمية كبيرة في حياة الأمم والشعوب وبيه يتميز الإنسان وترتقي سلوكياته وتسمو أخلاقه بالتأكيد وعليه تنهض الأمم وتزدهر الحضارات من هذا المنطلق كان تأسيس لجنة طالب العلم التابعة لجمعية النجاة الخيرية لخدمة الطلاب الأيتام والغير قادرين على تحمل رسوم التكاليف الدراسية للطلاب المقيمين في الكويت أيضا في مختلف مشارب هذه الأرض بالتأكيد ويدهم ما شاء الله تصل هنا وهناك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه جهود جبارة تبذل من قبل جمعية النجاة الخيرية فالتقي مع ضيفنا الكريم نتحدث أكثر عن لجنة طالب العلم بجمعية النجاة الخيرية الأستاذ إبراهيم البدر مساكل وخير أستاذ إبراهيم حياك الله ويهلا مرحبا فيك حياك الله وحيا لإخوان المفاهدين رحب فيك مدير لجنة طالب العلم في جمعية النجاة الخيرية وجهود الأمانة تبذل هنا وهناك فودنا نتعرف على هذه الجهود وعلى هذا الطاقم أول شي بسم الله الرحمن الرحيم ومسي عليكم ومسي عليكم ومسي عليكم وإخوان المشاهدين وأشكر حقيقة قناة الرأي لفاتحها وبوابها للجميع نحن نتكلم بداية عن لجنة طالب العلم هي إحدى لجان جمعية النجاة الخيرية وتأسسة من 1993 شغلها الشاغل فقط وهو مساعدة الأيتام وضعف الدخل المقيمين داخل دولة الكويت على دفع رسومهم الدراسية في المدارس أنت عارف الرسوم الدراسية أكثر ما يكهل أكثر شيء يتعبوا للأمر يعني يمكن أجار البيت والتكاليف الدراسية هم 90% أو 80% من مصاريف البيت فأنت رأي أن تشيل عنه جزء كبير من مصاريف الدراسية يعني أولا الولد رح يعني رح يدرس ما رح يكون والله مع أبوه أنه متى ندفع متى ندفع متى ندفع أخذنا نتدري المدارس الخاصة صحيح يعني في النهاية هذا حقهم فيبي فلوسه ما عطيت فلوسه الولد ما داشت الاختبارات رسم الولد أو طلع بره لمدرسة المشكلة فبالتالي يتلجن طالب العلم وحطت على كاهلها أنها تساعد الطلبة الأيتام وضعف الدخل لدفع رسومهم الدراسية حتى أنه في المقابل أمنيا أيضا للبلد أني والله ما أطلع عنه مجتمع جاهل صحيح جاهل قاعد بالشارع لا والله أنا يريد تعال تشتعلم ادفع رسوم وأنا أشير عنك جزء من الرسوم ها تتأخذون جزء من الرسوم سابقا نحن لضعف الدخل نأخذ جزء من الرسوم جزء للأيتام ندفع 100% كامل لداخل الكويت لداخل الكويت نعم تعرف اليتيم فقد المعيل طبعا اليتيم يتيم الأب ففقد المعيل لو كانت والدة تشترنا ونفس الأب لم يكن يشتغل يعني فأنتوا يتيم الأب فقط أم يتيم الأم لا هو بالعرف اليتيم يتيم الأب يتيم نعم فبالتالي ندفع عن اليتيم الكامل عندنا 400 يتيم مكفولين في لجنة طالب العلم ما شاء الله وأيضا سنويا عندنا تقريبا ضعاف الدخل لصح التعبير الأب موجود لكن الأب دخله ضعيف دخله ضعيف جدا عندنا تقريبا 2733 حالة سنويا يتم دراستهم ويتم مساعدتهم يعني قدر المستطاع سنويا 3000 حالة تقريبا تدرسونها نعم الرقم اللي انتم كافلين حتى الآن أو المتعاونين معهم شو كثر غير اليتيم اليتيم عرفنا رقمهم من تأسس اللجنة نعم من سنة 93 تقريبا احنا تجاوزنا الـ 45 ألف طالب وطالبة تم كفالتهم طبعا يعني انت لم تكمل 93 لليوم ففي ناس تخرجت في ناس راحة في ناس صارت دكاترة في ناس مهندسين في ناس يعني أصبحوا موظفين في اللجال في اللجال الخيري سبحان الله أي سواب اللجال أو حتى راح تطلع بره يعني درس في ناس درسوا تخرجت يابة نسب عالية فأيضا فتحنا لهم مجال اللي هو استكمال الدراسة في الجامعة ففي عندنا ناس اليوم داخل الكويت يدوكم في الجامعة في عندنا ناس بره الكويت نعم فتقريبا أكثر من 4 إلى 45 ألف طالب وطالبة تم كفالتهم خلال السنوات الماضية برى الكويت هم فيه أيضا لكم كفالات متعلقة بهذا الأمر طالبين نعم برى الكويت نحن نفتحنا حقيا فيه عندنا أكثر من دولة شغالة معهم جمعية النجات الخيرية بالمناسبة شغالة فيه أكثر من 15 دولة ما شاء الله برى الكويت طبعا 15 مكتب رسمي متابع ومراقب ورشار من قبل الحكومة وكل شيء طبعا ويعني مو شرط مكتب يمثل للنجاة احنا نشتغل فيه دول فيه لنمكات مرخصة وفيه دول لن تعامل مع جهات مرخصة بالخارجية الكويتية احنا الحمد لله عندنا قرار في الجمعية وخنقول تقريبا 99% من الجمعيات اللي بالكويت ما أخذ هذا القرار أو إذا مول كل يعني بأن ما نتعامل مع أي جهة اللي يكون عندها ملف في وزارة الخارجية الكويتية وتكون معتمد من الخارجية الكويتية طبعا نتقول معتمد من الخارجية الكويتية معناها مارة على السفارة والجراءات القانونية وداش على الخارجية ونفقين عليهم حتى مبالغنا المالية لما نترسل احنا نكون في مأمن انه والله رسلنا مبالغنا لجهة معتمدة بالخارجية الكويتية فعارفين حتى الوضع الامني لهم الوضع المالي والوضع يعني بشكل مجمل يعني فاحنا هذا بالكويت بره الكويت قاعدنا نتعامل معهم هذا الجهب طبعا داخل الكويت لا قاعدنا نتعامل مع المدرسة مباشرة احنا يعني احنا ما نعطي بالأمر الفلوس نقول هاك روح يدفع لا لا احنا موظفينا يروحون المدرسة يدفعون باشرة يدفعون يسألون الطالب كم عليه بعد ما ندس حالته ويستحق او لا يستحق اذا ما يستحق ندق علينا نعتذر مننا نقول لها ترى انت اجراءاتنا او شروطنا مثلا ما تطابقت عليك فعلا نعتذر منك ها شروطكم انتو لازم يكون يعني مراسب بالمواد مجتهد ايضا انه يعني اوكي في ناس يتيمي لكن والدته مثلا ما شاء الله تشتغل ودخلها عالي فاحنا فيه اكثر من اجراء يعني نطلب مثلا جار البيت نطلب حتى فاتر كهرباء الماي فيه باحثين عندنا متخصصين يبحثون لحالة الاسرة بالكامل اذا كان الولد يستحق او البنت يستحق ساعدناهم اذا كان لا والله ما شاء الله يعني دخلهم ممتاز وزين فدقينا عامة تدرنا من المجموعة ترى انتو يعني فيه اولى منكم في الحاجة لكن ايضا متابعة الطالب داخل المدرسة متابعة الطالب طبعا احنا نشرت على الطالب ما نسألك السنة القادمة لانتيب شهادتك يعني هذي احد طلابكم داخل الكويت ولا برا الكويت هذا سيد براهي لا هذي داخل الكويت هذي فيه مدارس النجار طبعا احنا نتعامل معه 63 مدرسة بالكويت يعني مو فقط مدارس النجار حين مدارس جمعية النجار عندها 16 مدرسة ان شاء الله لكن نتعامل معه 63 مدرسة و هني هذي فيه تركيا هذي فيه تركيا افتتاح مدرسة لنا اللاجئين السوريين افتتحناها تونق شهر خمسة و يعني ممكن نتكلم عنها بعد شوية ان شاء الله كنا شوفنا الصورة يعني اذا حب تعلق عليها اي نعم هذي حقيقة مدارس وقعنا اتفاقية وبروتوكول تعاون مع وزارة تربية تركية ومع ولاية أورفا ولاية أورفا في تركيا هي منطقة حدودية تقريبا عدد اللاجئين السوريين اللي فيها يفوق الـ 400 ألف لاجئ في منطقة واحدة يعني ولاية يسمو ولاية أورفا سوينا اتفاقية تعاون وبروتوكول مع ولاية ومع وزارة تربية بأن قالوا يحب احنا نوفر لكم الأراضي بالمجان تبنونها ويعني والتكلفة التشغيلية بعدين تكون مع التربية التركية اللي يتكفل فيها فاحنا مجرد اننا نبني لمدرسة مدرسة قريبا تكلف 60 ألف دينار هي تدفع لمرة واحدة فقط بعدين خلاص سنة القادمة التربية التركية هي قاعدة يعني البروتوكول اللي معاهم توفر المعلمين وتدفع روات المعلمين جهز لنا للفصول من الداخل بالأثاث وكذا زي المتعاونين ايه متعاونين امانتين للاجئين سورين وايضا يعطونا يعني يعطونا خنقول الطالب السوري اللي داو معاهم للترغيب ان الطالب نفس الفكرة راي قاعد بالشارع تعال خلي يتعلم في يعطونا كل طالب مبلغ شهري خنقول يعني مبلغ بسيط تحفيز يعني تحفيز بالنسبة لهذا الطالب هذا المبلغ لو كان عشر داير بالشهر صحيح تعني له شيء الكثير تعني له بحقلين بالضبط فانتر ما تقول للطالب يعني هكي باع عشر داير انتو خمس اخوان فانت قاعد تكلم خمسين يار شهري ما كان عنده شيء اليوم عنده يملك خمسين يار شهري وهو اخوانا في غيركم من اللي جان للدول الاخرى يعني عملت مثل هذا الاجراء ولا فقط الكويت يعني ما شاء الله تجدها يعني سباقة والأولوية له احنا أمانة في ولاية أورفا احنا الوحيدي الواقع على بروتوكول تعاون مع الولاية أورفا وحقيقة احنا ان شاء الله في صدد ان نبني معهم خمس وعشرين مدرسة مرشا الله اي في بلاية بنينا هذه اللي شفتوها توافتتحها وكان حقيقة معا الدكتور رشيد الحمد كان حاضر الافتتاح كوزير التربية السابق وفي المناسب هو نائب رئيس من جزارة جمعية النجاة الخيرية مرشا الله وايضا كان موثل عن سفارة السفارة الكويتية استاذ سعد الفرحان كان موجود وفيه ثنتين الآن قاعدين يبنون ان شاء الله على نهاية شهر 9 يكون تم التاع منهم تركيزكم فقط على تركيا ولا عندكم دول ثانية ايضا الان في تركيا لا طبعا احنا قاعدين نشتغل في كفالة طلبة في الاردن في لبنان ايضا في نازحين في الاردن في نازحين في لبنان هل في مدارس تبنونها مكان النازحين لا مدارس الى الان ما بيننا مدارس هناك يعني انت كل دولة تعطيك سياستها فاحنا في تركيا قالوا لنا يباتي بتبني ابني في لبنان ايضا لهم خط ثاني شغالين مثلا قاعدين دخلون الطلبة في الشعب اللبنان والشعب السوري خنقول في قرابة وعرب وشي لكن مع الاتراك فاضطروا من دخلهم في مدارس بروحهم وعلى فكرة احنا السنة الماضية او اللي قبلها احد مدارسنا طلعت الاولى على مدارس تركيا المنطقة الجنوبية سمونا فحضر لنا رئيس الجمهورية وكرم الطلبة اللي عندنا في المدرسة على مستوى جميع المدارس في المنطقة الجنوبية الاولى يعني طلبتها حققوا المراكز الاول ولا كمبنى يعني ايه كطلبة 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 من نتائج وطلعت كترتيب عندهم تصنيف فاطلعت المدرسة مالتنا هي المدرسة الاولى على مستوى المنطقة الجنوبية انتم مطالبين بشيء بعد البنيان استاذ ابراهيم احنا قاعد نتابعهم يعني احنا مو مطالبين كفلوس ندفع لكن احنا قاعدين حقيقة في منهج يتربوا قاعد نوصل للطلبة في منهج اخلاقي في منهج يعني اسلامي قاعد نبين حق الشعب ان ترى هذه دولة الكويت فبالتالي انت لم ندش مدرسة اسمها مدارس النجاة شعار دولة الكويت عالم الكويت موجود سارية الكويت موجودة في المدرسة ما شاء الله اي فقاعد نبين حق الناس ان هذه مدرسة الكويت طبعا هذه اش كدر تبقى المدرسة طول العمر خلاص صارت مع الوقف صارت وقف للكويت في هذا المكان هذا مدرسة نجاة الثانوية اي نعم هذه منطقة ريحانية تركية اي نعم وين السارية وين العلم الكويت هذه منطقة ريحانية هذه منطقة ثانية العلم والساري ما صبرتو داخل مدرسة اعتقد بالفيديو هذا ان شاء الله يمكن يطلب الفيديو هذا موجود هذه طبعا المدرسة مو البنيان اللي قد نتكلم عنها هذه المدرسة اللي هي يسمونها قواطع وكذا هذه اقرب على الحدود السورية بالضغط يمكن 500 متر على الحدود تلتقون مع الطلبة تحقوا تشوفون ردود الأفعال تشوفون فيه تغيير مثلا يعني هذه الخطوة اللي درستوها في بناء المدارس واحتواء اللاجئين هل تلمستو هذا الأمر من الطفل من الشاب التحق بالتعليم منه تغير فكرة تغير توجهة نعم احنا نشوف تقريبا يعني بالنسبة لي كل شهر هناك في المدارس قاعد شهريا اذا كنت جاءك لثلاثة سابع رحت إلى الأورفة طبعا المنطقة تنزل ترانزيت تطلعها بعد مطايرة ساعتين فتقعد مع الطلبة هناك في المدرسة تشوف فعلا الطلبة تحس ان الطالب تغير انت لما ديبت من الشارع ما كان يعرف يقرأ ويكتب دخلتها كان يعرف يقرأ ويكتب لابس منابس المدرسة خذ جنتتها معا راح المدرسة وجودها في التعليم هذا في النظام التعليمي أيضا هذا يعطيك تربية لك انت تنام باتشر عشان تقوم باتشر تروح المدرسة صحيح تحافظ على أخلاقياتك في عندك هدف اي نعم ونقول لهم يعني بغض النظر عن المدرسة انت كنت سيء تطلع برا يعني في البتالي اليوم المدرسة الفتحناها فيها ألف ومئة طالب ها سيء دراسيا سيء أخلاقيا طبعا اي 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 في مشرفين تربويين ومشرفين يعني يتابعونهم يعني طبعا اغلب الطلبة خنقول لاجئ فعنده مش اكل صحيح اذا انت ما شديت عليه في البداية وقومت وقومت روح ضحية هذه المشاكل اي نعم واليوم لقاها به أجاذبة اليوم مدارسنا الحمد لله مدارس النجاة نموذجية في هذا المكان وبي أجاذبة طلبة يطلعون من المدارس قاييرون من المدارسنا يا معود يا ريت مرثان تصورون السارية وسارية العلم وكذا أنا مو موجود بالفيديو لا بنيب ان شاء الله ان شاء الله مرات ثانية نشوف علم الكويتي رفرف في هذا المدارس وفتتاح مدارسنا بالعكس نتشرف ان قناة راية تكون معنا في الافتتاح القادم ان شاء الله ويعني هذه دعوة لكم حقيقة بالعكس قناة الرأي للجميع وتفزيون الرأي للجميع ودائما حاضر معاكم قلبا وقالبا ان كانوا ياكم وناك او ان يستقبلكم اكيد ما يحتاج خطتكم مستقبلية في هذا الموضوع في دول اخرى داخل الكويت نعم طبعا نحن داخل الكويت مثل ما قلت احنا قاعد نتكلم على طلبة احنا في داخل الكويت ثلاث قطاعات قاعد نشتغل فيهم اللي وقع عفونا الأيتام نعم وضعه في الدخل نعم وايضا الجامعيين يعني وقعنا بروتوكالات تعاون مع الجامعة مفتوحة مع كليت بوكسل امانة ان يعني وهذا وجه لهم رسالة شكر كليت بوكسل يعني يتبنون طالب سنويا من طلبة من أيتام اللي في النجاة واحد الطلبة ما ادري يمكن انه فيديوها موجودة هي طالبة سودانية نعم هذه يتيمة من صغرها في اللجنة إلى أن تخرجت وهذا حقيقة كانت بدرت أن نفتح عمل جامعي لأن تخرجت بتفوق ومتياز ما شاء الله ويتيمة لكن ما عندها أحد فيعني وكانت تهجل حلوق تطرين أنا شنو نكمل معها كليت بوكسل أمانة قال لي احنا نتكفل معكم فيها أعطونا إياها البنت تخرجت من المتفوقات في الجامعة كليت بوكسل الآن دزتها إلى استراليا تكمل أحساب الكلية ما شاء الله فراحت قبل شهر هي تستحق منت الحلال أمانة أنت تستحق مشتهدها سبحان الله شوف الخير كانت تأتي من صغرهم الابتدائي إلى أن تخرجت ودشت معانا وأمانة أنها هي رسالة شكر حق الأخوة في الكلية وإذن الجامعة المفتوحة الشغالية معانا كلية القانون قاعدين يدعمونا حقيقة بكل المساهمين معاكم من أبناء هذا البلد المعطاء اللي شاركون معاكم في دعم هذه اللجنة لجنة طالب العلم تتواصلون وياهم تعالوا شوفوا ترى اللي أنت هذه مساهماتك هذه مشاركاتك في هذه اللجنة المبالغة تدفعي ترى وصلنا كذا في اجتماع ما بينكم وبينهم دوري سواء التجار أو الناس اللي تدفع بشكل متقطع طبعاً نحن عندنا عندنا شباب قاعدين يروحون يزورون تجارنا اللي موجودين أو يعني خنقل المتبرعين بالاستثناء أهل الخير سواء كان يعني كان كافل خمسين أو كافل واحد نعم احنا الميزة أننا قاعدين نرسل لتقرير كل نهاية فاصل دراسة أو نهاية سنة يلاحين الطلبة خلصوا فناخذ الشهادة ونسوي لتقرير ونروح نزور المتبرع فنقول لها مثلاً يا تاجر هذالي العشر اللي انت كافلهم هذالي شهاداتهم وهذا تقرير كامل عنهم يعني دراستهم وشذي وترى هما السنة القادمة بيدشون وهذا أيضاً تقرير حن السنة القادمة انت واصل مع المتبرعين في كل انشطتنا في كل برامجنا بالعكس في المتبرعين يقول يبا أنا ما بيستكفل بالمدرسة أنا بيستكفل فلوسة كفالة المدرسة وهذا فوقها مبالغ يبا خلي روح يشتري له ثياب الله خلي روح كسود يعني أمانة فيه متبرعات عندنا يحرصون أن ترى ياه العيد فأنا كافلة واحدة بالتعليم أبي كسود تعيد لها فهاكم مبلغ وصلوا له هالبيت طبعاً وصلها البيت ونكتب حتى السند والوصل ونرسيلها حق ولي الأمر يعني عفوا المتبرع لزارة الثقة نقول لي ترى فلوسك اللي أعطيتنا ياها هذا الوصل ما لها هكذا تفضل خذهم فنعطيه تقرير نعطيه الوصل اللي نحن دفعنا حتى للمدرسة وفعلاً توصل لهذه الهدية أو هذه العيدية أو هذه الملابس توصل للشخص المكفول طبعاً توصل له ويعلم من من هذا ويعلم كل شيء يعلم أنه كافلة يعني فيه متبرع اللي كافلك أعطاك هذه العيدية أو هذه الملابس الكسوة وإيضاً حتى في شركة قبل فترة يا بتل نمكن سبعين جنطة وقالت في بعض أيتام كاملة حقيبة كاملة حقيبة مدرسية حقيبة مدرسية كاملة سبعين حقيبة كاملة نعم لأنه أيتامكم ونتفوقين أعطوهم ياهم وعلى موضوع الحقيبة والسنة الدراسية أنتوا عندكم أنشطة متعلقة قبل بداية الموسم الدراسي حتى أن الناس يعني نخلي مستعدون لهذا الأمر إحنا إن شاء الله عندنا حملة في يوم عرفة رح نسويها لسداد رسوم دراسية للطلبة يعني أنت تقصد هذه إنه في عندنا حملات إنه نخلي الناس عيون يساهمون معنا وكذا في عندنا إن شاء الله حملة وشغلي معهم حتى إحنا في عندنا رقمنا مثلا على لجنة طالب العلم الخط الساخن أو يعني ما كنت واجدنا مثلا بالروضة في جمعية النجاة الخيرية مجرد أن يتصل علينا يعني حتى لا يتعب عمره يعني اليوم التكلوجيا صارت وقت سهلة رابط مثلا يدفع فيه أو أنه منذوب يوصل إلى البيت ونعطيه حتى استمار نقول له ترى يا متبرع أنت كافل الطالب فلاني في المدرسة الفلانية الصف هذا وتكلفته الكثير يعني ما يواحد يدفع وما يدري حكي شنه يدافع طيب الطالب هذا في مرحلة معينة ما كمل انتهم الدراسة اللجنة شالت إيدها منه لتصرفات معينة تبلغون الكهفين نفسه ولا تحولون على طول المبلغ إلى شخص آخر بدون علمه لا بدون علمه لا ما يصير لأنه هو شرط هذا المبلغ لهذا الطالب نعم فإحنا نروح نقول له إما أن الطالب سافر خلاص وفي هذه الحالات موجودة عندنا أن الطالب خلاص قال لي بابوي بنروح نرد ديارة بنهاجر مثلا بنرد دولة معناتنا فبالتالي أنا ما قدر أكمل أو أنه مثلا طلع تخرج ثاني عشر تخرج أو أنه طالب فصل من المدرسة اللي سوء سلوك لكذا أو ساقط احنا عادة أو راسب عفوا احنا ما نكمل معه فإحنا نروح نقول متبرع فنقول له يا طوي العمر ترى أنت هذا الطالب اللي عندك هذه أسباب استبداله استبداله اي استبدال لا نعطي يعني نعطي خيارات ها موافقة موافقة مننا طبعا أكيد فنقول له مثلا إذا كان عادة رسوم دراسية تختلف دائم متوسط ثانوي فحتى لا أنه حتى المبلغ اللي عنده لا يختلف فنقول له ترى الطالب اللي كان عندك في مرحة متوسطة راسب مثلا أو سافر خلاص احنا بمدلك يا هذا الى ثلاثة أربعة في المرحة متوسطة تختار منهم أو مثلا تخرج من الثاني عجر منتاز ثانويا نعطي ناصف في العاشر مثلا أو الحدي عشر والله طاقم شغال يعني منتو طاقم بسيط يعني متوسعين وافروع متعددة لا ما شاء الله لا إلا والشباب أمانة والأخوات اللي معانا في اللجنة يعني متخصصين وطلعنا حقيقة إلى كمبوديا اليوم عندنا 26 طالب جامعي في كمبوديا ما شاء الله كان يدرسون عندنا في البوسنة وعندنا في بنغلاديش وفي الهند وفي سيلان في سوريا في الداخل أيضا الحين يعني قاعدين نبني مدرسة في المناطق يسمونها مناطق الآمنة طيب أستاذ وراء دعنا نتكلم على الهدف العام من هذا اللي قاعد تقومون فيه هي أعتقد يعني كفالة يتيم يعني أنا وكافل يتيم كهاتين في الجنة يعني صلى الله عليه وسلم لكن أكيد هناك منطلقات أخرى وأهداف سامية موجودة شنو اللي ترسالة اللي حابيني تتواصلونها في هذا المشروع وهذا الامتداد الطويل داخل الكويت بر الكويت الزيادة المتابعة التغيير الاهتمام وين رايحين وشو الهدف بتركي أنت قاعد تكلم عن الكويت فيعني هذه الكويت بلد معطاء بلد خير يعني زرت قبل ثلاث سنوات الهند خط سير 24 ساعة بالطيارة ثلاث طيارات حينك توصل على حدود نيبال أو كذا يعني بهذا التعب 24 ساعة تطير الفجر توصل الفجر وثلاث ساعة سيارة بعد ثلاث طيارات شذي يعني أبعد من أمريك فعلا كانت أبعد من أمريكا 24 ساعة طيارة ولما توصل والدش تشوف مدرسة في قرى نائية الدش تشوف أنه بتبرع من أهل الكويت والله أكبر والله يجي مأدشينا وبالطريق يعني وصلنا صفتنا عند مسجد كان يقول لنا واحد من كانوا معانا المرافقين أي قال هذا مسجد وداخل بعيد خروح نصلي فيه ترى هذا باني كويتي في قرية يمكن أنا كنت متوقع أني أول واحد وصلت لها يعني قبل ثلاث يوان طلعوا لا أنه في مدرسة في مسجد تشوف لما تشوف الطلبة أصلا اللبس ما لهم حاطي نعلم الكويت في منطقة قاعد أقول لك على حدود نيبال تروح مثلا في ألبانيا تروح الفلبين تروح ماذا شنو هذه كلا قاعد نوصل لسألة أننا إجماعة ترى هذا بلد إنسانية وأميرنا قائد الإنسانية فأنا لما أروح حقيقة أفتخر حقيقة لما ألبست الازدير يمالي وحاط الباج تشوف أن تعتز حقيقة أولا أني أنا كويتي وقاعد تشوف هذا العمل الكبير قاعد نقوم فيه أولا أرفع رأس ديرتي أن هذا يعني ما اخترأت شيء يديد أهل الكويت مجبلين أهل الخير من عمرنا يعني من قبل الله ننولد إحنا يعني ورثنا منهم هذا الأمر نعم فهذا تربينا عليهم كابر عن كابر بالضبط والشغلة الثانية يعني لازم بيلاحق الناس أن هذا التعليم العلمي أنا اليوم الأمن أعطيك قلاس ماي بعد ساعة بتعطيش ولو أنه مهم شقي الماء إفطار صاعم بعد خلص رمضان لكن اليوم الأمن أعلمك صحيح أنت يعني بتشيل جميل هذا التعليم أنه والله ناس علموني بيروحون هناك أو هو بيروح يعلم الناس اللي كان بالشارع دش المدرسة صار طبيب كان معالج الناس فهذه الرسالة حلوة بعد سنوات نشوفها حقيقة ما تدري بعد سنوات هذا يكون سياسي هذا يكون بالخارجية هذا يكون طبيب هذا يرد يعمل في الكويت مرة ثانية يعني تدور فلس ما الله يدور يعني والأيام دول بارك الله فيك السيد إبراهيم وحسو الله يوفركم إن شاء الله هذا من كلمة بالختام الله أحظك أنا حقيقة أشكركم وشكر حقيقة لمتبرعين لجنة طالب العلم وكافلين حقيقة الأيتام وضعف الداخل عندنا وأهل الكويت والشركات وكلهم أمانة ما قاعد يقصرون من هذا الجانب يمكن أنا الناس إذا تسأل عن أرقام التواصل وشون طريقة التواصل لنا نحن في السوشال ميديا موجودين تش على جمعية تنجازة الخيرية أو هاشتاك عن تنجازة الخيرية تلقى لنا رقمنا المباشر لخط الساخن 1-8-3-0-8-2 1-8-3-0-8-2 من دوبنا يوصل لديك لا تحتهم وثق تماما قبل حتى وزارة شؤون مثلا أنت يتراقب على عملنا فإحنا هذا مؤتمنين فيهم أمام الناس هذه الأيتام هؤلاء الأيتام أو ضعاف الدخل اللي قاعد نتابعهم ثق تماما دينارك اللي راح يوصل يوصل لدينار أنت عطيته وصل نفس العطاء اللي عطيته إياه وما بعدها ما راح نتجاهلك أنت يا متبرع لا بالعكس في تقييم لنا وإحنا قاعدين نشوف نفسنا حقيقة لما المتبرع يقول بيضا لويكم كنت كافل أثنين خلهم أربعة لأنني شعرين شفت العطاء مالكم في حقيقة شكر خاص لهم ومشكر خاص لقناة الرأي على فتح لهذا الباب وسباق دائما قناة الرأي يعني هي الرأي للجميع ومشكر حياكم الله شكرا لك أستاذ إبراهيم البدر مدير لجنة طالب العلم جمعية النجاة الخيرية شكرا لك الله يحضر لك كل شكرة ضيفة الكريمة نستمرين معكم بعد الفاصل